يعود النازحون تدريجيا إلى منازلهم في مدينة الرقة التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي في العشرين من اكتوبر تشرين الأول الماضي وتبدأ العودة التدريجية إلى الأحياء التي انتهت الفرق الخاصة والتابعة لسوريا الديمقراطية من إزالة الألغام منها هذا فيما لا تزال أعمال التمشيط وإزالة ألغام ومخلفات داعش مستمرة في مقية أحياء المدينة تفاصيل أكثر في تقرير الزميل صهيب عثمان من قال أن الحياة تتوقف عند دمار المنازل وراهن على عدم رجوع أهالي مدينة الرقة قبل مدة أقلها خمس سنوات فقد خسر ففي مشهد مفاجئ داخل أحياء مدينة الرقة المدمرة رصدنا عودة الكثير من الأهالي إلى منازلهم وأحيائهم رغم الدمار وخطورة العيش فيها مظاهر الحياة الطبيعية تكاد تعود من جديد إلى الأحياء التي سمح للمدنيين بدخولها كحي المشلب والطيارة وارميلة وشارع أبو الهيس التي انتهت فرق الهندسة من تنظيفها من الألغام بعض الأحياء تكاد عودة الأهالي إليها مستحيلة ولكن صعوبة النزوح والعيش في الخيم أجبر المدنيين على العودة والبدء بإصلاح غرفة تحت الركام لتأويهم من برد الشتاء وتخلصهم من مرارة النزوح داخل وطنهم أعداد المدنيين الذين فقدوا حياتهم بسبب الألغام وصل إلى 85 شخصا كحصيلة في شهر 22 المنصر لذلك تعمل المجالس المحلية على تقديم موافقات لدخول المدنيين فقط للأحياء التي تم نزع الألغام منها وتطلب من المدنيين عدم الدخول إلى باقي الأحياء حفاظا على سلامتهم إلى حين نزع ما زرعه التنظيم قبل استئصاله من عاصمته المزعومة حيث يقدر عدد العائلات التي دخلت إلى الأحياء التي سمح لهم بدخولها إلى 8000 عائلة أما عدد الأشخاص الذين دخلوا بطرق غير شرعية إلى الأحياء الباقية والتي لم يتم الانتهاء من نزع الألغام منها يقدر بعشرة آلاف شخص